هذا الفيديو سوف نقص عليك ساعة طويلة من البحث عن أرخص وأأمن وأفضل بنك عن جزائريين حاليا تابع الفيديو الأخير لأنه سوف يفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني في قناة رستيكم وكما شفنا في المقدمة سوف نحكو عن التحديثات الجديدة لبنك وايز سوف نرى كيف تفتح حساب وتتحصل على عنوال أوروبي وكيف تطلب أول بطاقة فيزا لتخليك تشيري من كل المواقع ولا تخلص إعلانات مواقع تواصل إجتماعي الفيديو التعناه سوف يكون مقسم على ثلاث مراحل في المرحلة الأولى سوف نرى كل خطوة تفتح حساب وايز من الألف إلى الياء المرحلة الثانية هي كيف تتحصل على العنوال الأوروبي والمرحلة الثالثة سوف نرى كيف تقوم بطلب بطاقة فيزا افتراضية كنا شفنا في السابق العديد من المواضيع للتعلق ببنك وايز كيف تفتح حساب وأيضا حكينا عن قضية الغلق العشوائي والتي لا أساس لها من الصحة وكل هذه الفيديوهات سوف تصيبها أسفل هذا الفيديو وكما كل البنوك العالمية بنك وايز قام ببعث تغييرات وزاد ميزة البطاقة الإفتراضية التي تقدر تحصل عليها بلا مطلب بطاقة البلاستيكية والتي بدورها تعمل نفس عمل بطاقة البلاستيكية وكيف تفتح حساب في بنك وايز أخي المواطن أول شيء يتخل به هو تدخل في الرابط الذي ستصيبه في أول تعليق سواء كنت بالهاتف أو بالحاسوب سوف يخرج عندك الموقع الرسمي تعويز باش تسجل في وايز عندك الهديد من الاختيارات تقدر تسجل بواسيطة الإيميل ولا حسابك أبل ولا مباشرة عن طريق جيميل وفي حالثنا رح نسجلوه بالجيميل خير أحد الإيميلات لك فتحه واختار نوع الحساب لك حب تفتح Personal Account ولا Business Account Personal Account إذا كنت شخص طبيعي و Business Account إذا كنت شخص معنوي ولا شريك احنا رح نختاروه Personal Account بعدها قم باختيار البلد الليك مقيم فيه وكما نعرفه إذا قمت باختيار الجزائر ولا بعض البلدان العربية رح تكون قادر أخي المواطن أنه تفتحه إسر بسفاعدية ولكن ما رح تكون قادر أنه تحصل على بطاقة فيزا وعليه نختاروه المملكة المتحدة وضغط على Continue بعدها رح نختاروه رقم ناتع الهاتف ورمز البلد اللينا فيه نختاروه Plus de Centres اللي هو تعلجزائر ونديرو رقم الهاتف بدون السفر بعدها رح يوصلك SMS de Verification قم بنسخ الكود اللي وصلك وضغط على Submit بعدها دير كلمة سر من اختيارك وضغط على Continue ونبروك عليك حساب WISE الآن مازدت لنا خطوة واحدة فقط باش نكملوا التسجيل الكلي في Bankwise الآن اضغط على Card باش نكملوا التسجيل وضغط على طلب بيت عقب فيزا Card الآن Bankwise يطلب مننا إدخال معلوماتنا الشخصية بما فيها الإقامة وقبل ما تكملت إدخال معلوماتك الشخصية أخي المواطن الآن يتوجب عليك الحصول على العنوان الأوروبي المرحلة الثانية كيفاش تحصل على العنوان الأوروبي كان كثير من طرق اللي تخليك تتحصل على عنوان أوروبي حقيقي من بين هذا الطرق يقدر أحد من أقاربك ولا أصدقائك يعطيك عنوان إقامته كما كان كثير من مواقع الشحن والتوصيل اللي تعطيك عنوان أوروبي مجانا رح أخلي لكم رابط هذه المواقع أسفل فيديو ونكمنه شرحتها يدخل في الرابط الأول على سبيل المثال رح يخرج لنا هذا الموقع هذا الموقع يخليك تشحل منتجات من أوروبا ولا أمريكا إلى البلد الليك مقيم فيه وفي نفس الوقت يعطيك عنوان لتقوم بالشحن منه أول حاجة اللي تقوم بها في هذا الموقع هو تضغط على ثلاث نقاط اللي جئين في أعلى اليمين بعدها نختاره تسجيل ولا صين أب رح تخرج عندنا وجهة تسجيل وهنا رح تقوم بالتسجيل عن طريق جوجل ولا فيسبوك ولا الإيميل احنا رح نختاره تسجيل عن طريق جوجل بعدها تختار الإيميل لتعك تزيد تختار البلد الليك مقيم فيه ونبروك عليك الحساب كبارا نشوفه في أعلى اليمين رايد فعلت معنا خاصية العنوان اضغط على هذه الريقونة بعدها في خانة shipping location اختار المملكة المتحدة رح نشوفه أنه أعطانا الاسم الخاص بنا أيضا أعطانا عنوان في المملكة المتحدة والزيب كود وكل معلومات العنوان الأوروبي اللي بعدها رح نوضعه في بنك وايز الآن نقوله لتطبيق وايز ونقومه بوضع معلوماتنا الشخصية صحيحة بطبيعة الحال نقومه بإدخال اسم واللقب وتاريخ الميلاد أما بنسبة العنوان الأوروبي رح ننسخه من هذا الموقع وبعد ما تتأكد من كل معلوماتك اضغط على continue وبعد ما كملنا مع معلوماتنا الشخصية رح يطلب منا بنك وايز أنه نأكده كل هذه المعلومات ببطاقة تاريف بيوميترية ولا جو الصفر الآن نختاره بلد الجنسية تاعك وفي حالتنا رح نختاره الجزائر بعدها نختاره النوع الوثيقة اللي رح تثبت بها هويتك وفي حالتنا رح تكون بطاقة تاريف وطني بيوميترية واضغط على continue بعدها رح نصوره بطاقة تاريف وطني من الجهة الأمامية والجهة الخلفية أيضا رح يطلب منا بنك وايز أنه نقومه بسلفي باش يتأكدوا بلينته هو صاحب بطاقة تاريف الوطني اللي قدمتها واضغط على continue بعدها رح تختار نوع العملة اللي رح تفتح بها حسابك وايز احنا رح نختاره الأورو في المرحلة هذه بنك وايز رح يطلب منا واش هو نوع البطاقة لك حب تتحصل عليها وهذا يدينا المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة كيف تتحصل على بطاقة افتراضية مجانا وينك الملاحظة قبل ما نشوفه كيفاش رح نتحصله على بطاقة افتراضية لازم نعرفه كيفاش نقومه بشحنها بالرصيد اللي رانا حابين كاش نقومه بعملية الشراء ولا الدفع عبر الانترنت بهذه البطاقة وهذا الفيديو رح يعلمك كل طرق الشحن لحسابك وايز ايضا من الاحسن تفعل حسابك وايز وتتحصل على رقم ايبال وهذا يكون عن طريق شحنك لعشرين اورو لحسابك بعدها رح تكون قادر انه استعمل هذه العشرين اورو بصفة هذه وهذا الفيديو يشرح لك كيفاش تفعل حسابك وايز نوله المفيد بعد ما توضع كل معلومتك الشخصية بنك وايز رح يتحقق من هويتك بعد خمس دقائق على الاكثر يتفعل معاك الحساب بعدها يطلب منك وش من البطاقة اللي كحاب تتحصل عليها تقدر تطلب بطاقة البلاستيكية ولكن رح تخلص 7 اورو ويبعثوها لك للعنوان اللي حطيناه سابقا في حالتنا رح نختار البطاقة افتراضية واللي رح تكون مئة بالمئة مجانا وما رح تكون الوحيدة لانه تقدر تطلب عدد لا نهائي من البطاقة الافتراضية في بنك وايز بعدها رح يسألون الواش رح تستعمل حسابك وايز ورح تجاوب بانك تدفع خدمات ولا منتجات ولا تقوم بارسال وتحويل اموالك بعدها رح يسألنا واش هو الحد الاقصى من المبالغ في السنة لتقدر تحولها ولا تشريبها دير continue زيت continue بعد اخرى وبعدها قم بغلق هذه الواجهة بعدها عود دخل الكارد واضغط على order card في اعلى اليمين بعدها قم باختيار البطاقة الافتراضية واضغط على order card ولا اطلب البطاقة الان ومبروك عليك البطاقة الافتراضية رح تسيب كل المعلومات البطاقة الافتراضية في card details واذا تلفت لك في اي مرحلة خلينا تعليق والان وصلنا لاخر الفيديو الى استفتت ما تنساش تدعم القناة والاشتراك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة